اهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين وأنا ألتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي في ظل تصاعد العدوان الصهيوني على غزة في ظل يعني الإبادة الجماعية التي يمارسها جيش الاحتلال الصهيوني ضد المدنيين في غزة وضد أهنة العزة والأبرياء الفلسطينيين من أطفال والنساء والشيوخ هذا الانتقام الجماعي قيامه بقصف البيوت المجمعات السكنية الأحياة السكنية المدارس المستشفيات الأسواق الطرق كل شيء قصفه وقصف عنيف وشديد أعداد الضحايا الآن ربما تجاوزت أكثر من عشرة آلاف شهيد لحد الآن غالبيتهم من الأطفال والنساء والشيوخ الجرحة تجاوزه 30 ألف جريح في ظل استمرار وفي ظل استمرار تهديدات الصهيونية تهديدات الحكومة الصهيونية في تل أبيب باجتياح غزة وفي ظل استمرار طبعا القصف الوحشي وقتل الناس ومساندة الأمريكا والغرب الاستعماري لهذا الجنون لهذا القتل لهذا التدمير وتشجيعهم القاتل على الاستمرار في عمليةها الإجرامية في ظل كل ذلك يعني اجتمعت الدول في جمعية العامة للممتحدة لكي تصدق قراره لإيقاف القصف لغاثة الناس لوقف الدم ووقف نزيف الدم هذا وكان هناك قرار مقترح يعني يطالب العدو الصهيوني بتوقف عن حرب ضد غزة وغاثة الأبرياء والعزل وفتح الطرق وفتح الطرق ودخول المساعدات لأهل غزة هذا كله بالقرار وبعلا شافه طبعا العالم كله اطلع على النساء والأطفال والقتلة والدماء والبيوت المهدمة الحياة البائسة الحصار الشديد اللي يمنع عنهم الماء والكهرباء وكل شيء حتى الانترنيت قطع عنهم فجرت عمليات تصويت على هذا القرار في العراق والمقابل قبل كانت هناك تظاهرات الحكومة تصدر بيانات الوقوف مع هالغزة ووقوف مع فلسطين نحن كذا لها ميليشيات تظاهر في الساحات يروحون للحدود الأردنية العراقية ما تعرف ليش البعض يستعرض ما دري وين يقول ان احنا على الحدود وهكذا وعمليات يعني صوتية وعمليات اعلامية رعناء ودعايات انهم يعني خلص حسموا امرهم للوقوف مع هالغزة ومع الفلسطينيين من القضية الفلسطينية قضيتنا ما في ظل كل هذا اجتمع اجتمعات الجمعية العامة الممتحدة للتصويت على هذا القرار وبعد ان تم التصويت ظهرت النتائج طبعا على الشاشات وظهرت في وسائل الاعلام وسائل التواصل الاجتماعي ظهرت كل النتائج وتظهر عادة هذه هكذا تظهر من اللي صوتوا بنعم من اللي امتنعوا من اللي يقفوا ضد القرار من اللي من اللي يتحفظوا واذا بالعراق متحفظ على القرار الله اكبر دولتين عربية فقط ممن يسموها عربية تونس والعراق تحفظوا على القرار لماذا تحفظتم على القرار ومع انتشار هذه الصور لشاشات قرارات الدول ماذا صوتت تصويت الدول وانتشارها والأسئلة والأخبار والمقالات والانتقادات والسوشيال ميديا اشتعلت في يعني الاستفسار يعني انتو بالعراق طيب هاي وين السياساتكم هاي وين العنتريات هذه التي تدعونها وبالتالي انتو تصوطون ضد القرار يعني تتنعون عن التصويت لا تريدون هذا القرار فظهرت وزارة الخارجية في بيان قالت انه لا يعني احنا ترى كنا يعني متحفظين على بعض الفقرات لانه يعني ساوت بين الاسرائيليين والفلسطينيين فتحفظنا على القرار هذا الحديث لوزارة الخارجية تصوروا انه بهذا الحديث ممكن ان يخدعوا الناس او يسكتوا الاصوات لم تسكت الاصوات بالعكس زادت واذا بهم يخرجون يعني يخرجون هذه المرة لكي يزيدوا قيم بلة مثل ما يقال يعني ليوضحوا انفسهم قالوا الحقيقة نحن يعني حدث خطأ وهذا الخطأ بسبب ان الجهاز اللي عد من دوبنا في الممتحدة من دوبنا الدائم في الممتحدة بدل ما يعني هو صوت نعم لكن الجهاز طلع متحفظ الله هو اكبر الجهاز الوحيد اللي من كل دول العالم هو جهاز العراق يطلع بخلل يعني لو قايلين يعني خلل فني ممكن يعني نقول هو بدل ما يدوز على هذه الدقمة لاس على هذه الدقمة خطة يعني ممكن وهو كذبة انتوا تحفظتوا على القرار استجابة لسياساتكم لتبعيتكم لا تريدون ان تغضبوا امريكا انتم ضد القضية الفلسطينية ضد كل هذا لانه تاريخ لا دائما ما نقول التاريخ لا يولد في هذه اللحظة التاريخ له امتدادات وفي الماضي هذه التراكمات البناء تؤدي الى بناء هذه اللحظة هذه اللحظة تعتمد على ماضي فالماضي ماضي اسود انتم كنتم ضد القضية الفلسطينية ضد الفلسطينيين هجرتوا الفلسطينيين من العراق من عام 2003 اللي عدل اندمرتهم اخذتوا بيوتهم شرتوهم اتهمتوهم بكل الاتحامات وعني طرت الامم المتحدة ان تتذكل بوساطة امريكية وتشيل ذول الفلسطينيين اللي بالعراق اللي يبقوا بالصحراء لفترة طويلة بالصحراء بالصحراء الانبار على حدود الاردونيين الاردون مدري يدخلهم الاردون ميلة يعني لا وضعها الاقتصادي ولا وضعها الامن ولا وضعها الاجتماعي يتحمل هم الذين هم الاردونيين ما يكفي من عام 1948 و67 وغيره فشالتهم الامم المتحدة وودتهم إلى الارجنتين والبرازيل والمكسيك وفي آخر الدنيا بعيد عن وطنهم وبعيد عن أهلهم لكي يهربوا من الموت في العراق واللي قتل قتل منعدهم واللي سحل سحل واللي اقتصبت حقوقه واختصبه قضية كبيرة فتحدثونا عن أنه بدل ما يدوس هذه داس هذه الكلام معيطة يعني هو داس داس يعني على الدقمة لكن موافق ولكن القرار طلع متحفظ الله أكبر وعادوا مرة أخرى وطلبوا من منتوبهم أن يلقي خطاب يطلب من الامين للعام المتحدة تغيير تصويت العراق من تحفظ إلى نعم هو يقول له أنه هذا يعني الجهاز عاطل راح أكون على نفسكم مالومون المتحدة تخلي عقلها وياكم راح أقول لكم الجهاز معاطل وأنتم صوتوا بهذا الموضوع يعني يكفي كذب ويكفي لعب سياساتكم واضحة وشكلكم واضح ونفسكم واضح وأنتوا ورع حين واضح ودستور الذي أعدتموه عام 2005 وأجبرت العراق على القبول به لا يقول أن العراق بلد عربي شلتوا حتى كلمة بلد عربي ما تقبلوا مع أنه 95% من العراقيين هم عرب ومسلمين والباقيين أقليات نحترمهم وطول عمرهم ويانا وعراقيين هم أكراد وتركومان وكذا وكانوا متعايشين ويانا نعم هناك خصومات حكومية مع الأكراد مع قيادات كردية هذا ما يمنع هذا من قيامة دولة العراقية موجودة موجودة لكن هذا لا يمنع أن العراق بلد عربي وبلد مسلم هذه قضية منتهي القضية لكن غيرتوا حتى في هذا الدستور لكي لا يقال أن العراق عربي فعموما هذه هي شكل الميليشيات وشكل القوى الحاكم العراق في حديث عن الفلسطين وهذا حديثهم ينطبق تماما حديث راعيتهم إيران التي كانت تقول أنه في سبع دقائق ندمر ندمر إسرائيل ونقدر كذا وكذا فبس تتحرش إسرائيل وين السبع دقائق وين التدمير وين الآن جريدتهم الرسمية كيهان تقول أنه إيران ترى ما ما تتدخل وما تدخل حرب من أجل شعب آخر إذن صار الشعب الفلسطيني والشعب العربي شعب آخر قضيتهم قل قضية هذا واقع الحال أما المزايدات والظاهرة الصوتية هذه لن تقبل وما عاد إلها زمن والناس ما تقبلها هذا واقع الحال وهذا ما تؤكده يعني هذه ربما ربما ضارة النافعة يعني هذه الحرب رغم أنه ذهبوا ضحايا كثير فيه هذه الحرب على غزة الحرب الصهيونية على غزة يعني راح بيها الكثير من الضحايا والكثير من الخسائر لكنها في نفس الوقت كان لها فوائد كشفت كل هذه الوجوه القبيحة كل هذه الميليشيات من حزب الله والميليشيات التي في العراق وإيران كل رعاياها كلهم كشفتهم ووضحت حقيقة هؤلاء من القضية الفلسطيني وكشفت أنظمة عربية كثيرة أيضا وسياساتها هذا واقع الحال الحقيقة أشكركم أعزائي المشاهدين وقت هذه الحلقة قد انتهى ألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة